اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد أجمع المشاركون في ورشة العمل على أن مملكة البحرين تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه مع بنية تحتية مرنة وقوة عاملة منتجة يصبو إلى تهيئة اقتصاد بنمو المستدام وانتاجية عالية تأتي هذه الورشة في إطار جهود مركز البحرين دراسات استراتيجية والدولية والطاقة في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هذه الورشة هي ضمن سلسلة ورش عمل ينظمها مركز دراسات لإعداد التغرير الوطني للتنمية البشرية سيكون هذا التغرير المزمع استاره في الربع الثالث من هذا العام سيكون التغرير الأول من نوعه من تنشيين المشروع الإصلاحي للجادة الملك الذي شمل نهضات واسعة وشاملة شمل تنمية سياسية وتنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية ولذلك هذه الورش المتخصصة التي نعقدها بالتعاون مع برنامج الممتحدة الإنمائية الـ UNDP ولجنة اقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوة وبحضور متخصصين من داخل مملكة البحرين ومن خارجها لتقديم أفضل الممارسات والسياسات هذا هو الوقت المناسب لعرض مجموعة من هذه الأفكار من خلال المناقشات من خلال الخبراء لفرص التناول الاقتصادي وأيضا أليات ادخال التكنولوجيا وما هي السياسات التنموية التي يمكن البحرين أن تفكر فيها أو تتبناها البحرين قطعت شوط طيب جدا لكن الاقتصاد بيتغير على مستوى العالم نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمر حول جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان المسيرة التحديات والحلول المقترحة ويأتي تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وذلك ضمن الترتيبات اللوجستية والتنظيمية لمنتدى الخليج الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من الثامن عشر لتاسع عشر من أبريل المقبل في العاصمة السعودية الرياض وقد نقشت ورشة العمل المساودة الأولية لدراسة تقييم الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وسبل تطويرها والتي تم اعدادها بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كما اجتملت ورشة العمل على استعراض مسيرة الاتحاد الجمركي وأبرز المجلسات وتقييم الوضع الراهن والإجراءات الجمركية إضافة إلى بحث احتياجات القطاع الخاص هلأ نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية؟ اشتركوا في القناة نوصل نشر الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم نبدأ مع بورصة البحرين التي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.58% على مستوى 1361 نقطة وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.375.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 300.000 دينار تم تنفيذها من خلال 53 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم من قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 62% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى إغلاقات الأسواق الخليجية وكما نلاحظ على شاشة معظم الإغلاقات كانت في المنطقة الخضراء فيما عدا السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع طفيف بنسبة 0.04% عند مستوى 7778 نقطة متأثرة بانخفاض مؤشري التأمين وأيضا البنوك نتحول إلى برصة الكويت التي أغلقت بارتفاع طفيف بنسبة 0.04% عند مستوى 6728 نقطة ويعود سبب الارتفاع للأداء القوي لأسهم قطاع التكنولوجيا ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالي الذي شهد ارتفاعا في تدولات اليوم بنسبة 0.08% عند مستوى 4537 نقطة مدعوما بتقدم غالبية مؤشرات البورصة فيما أقفل سوق دبي المالي بارتفاع بنسبة طفيفة 0.03% عند مستوى 3166 نقطة بسبب تقدم مؤشر قطاعات السلع الاستهلاكية والاستثمار وأيضا الخدمات المالية في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.5 نقطة مئوية عند مستوى 4899 نقطة مدعوما بالأداء القوي لمؤشر قطاع المالي أطلقت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة جديدة لخفض الأسعار لمدة شهر واحد خلال الفترة بين 20 مارس الجاري وحتى 20 أبريل المقبل بمناسبة اليوم العالمي للسعادة وتغطي المبادرة أكثر من 600 منفذ بيع في الإمارات معروض تخفيضات تصل إلى 50% على السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المستهلكون يوميا وتنظم الوزارة المبادرة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعدد من سلاسل الهايبر والسوبر ماركت في الدولة وأشار مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق السعادة للقاطنين على أرضها من المتوقع أن يزدد عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عمان بمعدل نمو سنوي يبلغ 13% بين عامي 2018 و2021 وفقا لبيانات صدرت قبيل انعقاد معرض سوق السفر العربي 2018 وأشار تقرير نشرته كولي ليرز انترناشنال إلى أن هذا النمو سيتعزز بفعل الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والذين يمثلون 48% من جمالي زواء سلطنة عمان في عام 2017 وقال سيمون بريس مدير معرض سوق السفر العربي أن عدد زوار سلطنة عمان سيستمر بالنمو مدعوما بالاستثمارات الاستراتيجية من الحكومة العمانية في إطار خططها لتنويع مصادر دخلها وتعتبر سلطنة عمان وجهة رائعة من حيث الجذب السياحي والبيئة والثقافة والتراث فضلان عن كونها مركزا رئيسيا لسفر الجوي نفى المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي ما تدولته قطر للبترول عن توقيع الأخير مع كل من المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي أتنوك والمتحدة للتنمية البترولية وشركة البندق ونقلت وكلة الأنباء الإماراتية عن مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي أنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول وقال المسؤول أن حق البندق مملكة مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر نظرا لموقعه الجغرافي وكانت تتم إدارته من قبل اتلاف يابني منذ ما يزيد على أربعة عقود وضاف أنه تم مؤخرا تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب اليابني ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري ارتفعت تكلفة المواد الغذائية المستوردة إلى قطر ما بين 23% إلى 182% وذلك بنهاية الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وسجلت تكلفة المواشي الحية المستوردة ارتفاع بنسبة 140% إضافة إلى ارتفاع تكلفة منتجات الألبان ومشتقاتها بنسبة 60% فيما ارتفعت تكلفة الخضار والفواكه المستوردة بنسبة 49% و23% على التوالي كما ارتفعت متوسط أو ارتفع متوسط كلفة الوحدة الواحدة من الأرز المستوردة بنسبة 46% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر